أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وإذن هذه مساحة للحديث حول مواكب الثلاثين من يونيو وإيضا نسلط فيها بعضا من الضوء على المواكب التي سيرت في يوم الثلاثين من يونيو وإيضا نسلط الضوء على مؤتمر شركاء السودان الذي عقد قبل أيام إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب كثيرا بالبروفيسور الرئيس حزب المستقلين القومي البروفيسور مالك حسين وهو أيضا خبير اقتصادي زراعي وقانوني مرحبا بك مرحبا بك يا أبينت مرحبا بك حياك الله حقيقة في هذه الظروف شكرا جزيلا لك على تلبيتك الدعوة ونقدر لك كثيرا تلبيت الدعوة وحضورك إلى هنا في الأستوديو هذا واجب الوطني يعني شكرا جزيلا نعتز بي ونفتقر بي شكرا جزيلا لك حياك الله وبداية لنتحدث عن مواكب الثلاثين من يونيو وكيف تقيمها إجمالا هي أنا حقيقة شاركت في هذه المواكب ولكن كمراقب جيد لأنني كنت معطرد على قيام المواكب هذه لماذا في فترة استقبال السودان لموسم الإنتاج الزراعي وموسم الإنتاج الصناعي والمشاكل الطاهية التي تمر على المواطن السوداني من نقص في الغزاية والخدمات الخدمات الصحية والأمنية وغيرها يعني كان يجب على الناس إما أن يكونوا يعني حسب قوانين الكورونا أو أن ينصرفوا إلى عملهم لأنه ما عاد هناك وقت بعد أن نجحت الثورة ودحر نظام الإنغاز ويعني ألقي بالبشير إلى مزبلة التاريخ ما في وقت إلا للإنتاج والعمل صحيح لأنه الشعب السوداني بيعاني معاناة كبيرة جدا ولذلك أنا كنت ضد قيام هذه المواكب بل كنت بقول إنه هل نحن نحتفل بال30 مليون؟ لا نحن لو عندنا احتفال يكون احتفال بعيد إنتاج احتفال بالإنتاج احتفال بتأسيس لعمل إنتاجي وإسارة لموارد السودان المتجددة والغير متجددة نحن الآن يعني لنا سنتين في مظاهرات لنا سنتين في مواكب مليونية لنا سنتين في التوقف عن العمل لنا سنتين في ابتعاد عن مناطق الإنتاج هناك نقصم في الغزاء ونقصم في المواد المختلفة ونقصم في الخدمات الصحية هذا كان رأيي لكن في نفس الوقت أنا مشيت مراغب فأنا كمراغب لاحظت أنه ما في جسم بتاع مظاهرة متحرق لكن ما في وحدة سياسية بيناتهم هم يمثلوا التجاد مختلفة ويمثلوا الشعارات مختلفة ومتناقضة ويمثلوا وجود مختلف ويمثلوا أيضا توجهات مختلفة طيب ما هي الشعارات المختلفة التي لاحظتها ولمستها من خلال المواكب التي ظهرت بداية دعني أعلق على النقطة التي ذكرتها في بداية حديثك وهي المتعلقة بأن الوقت الآن لابد أن يكون للإنتاج فقط أي أن تنغلق البلاد والشعب السوداني والمواطن السوداني على نفسه وفقط ينتج ولكن هذه البعض سيرد على حديثك هذا بأن هذه المواكب التي خرجت هي خرجت من أجل تذكير الحكومة بأن تفرد مساحات وأن تعطي فرص من أجل الإنتاج هذه المواكب خرجت لأن المواطن يطالب الحكومة بتعديل مسارها وأن تمنح المزيد وتملك المواطن المزيد من آليات الإنتاج لكي يتمكن من الإنتاج لكن في داخل هذه المظاهرات كانوا في ناس بنادوا بأن هذه حكومة فاشلة إذا كان الشعب محتاجي تذكر الحكومة بأنها تخرج من بوتقة الدمار وبوتقة القعود عن الإنتاج فهذه الحكومة ليست في شغلها طيب ألا تتفق أن بالفعل أنه كان للحكومة الحالية الانتقالية بعض استقطاط والهنات وحتى أن هذا الأمر جاء باعتراف بعض الوزراء أنهم بالفعل قد أخفقوا في بعض المهمات وأنهم بحاجة لإعادة التذكير وبحاجة للمزيد من الوقت هو الذي يعترف بالغصور يجب أن يتنحى الاعتراف بالغصور أي شخص في العالم يعترف بالغصور عليها أن يتنحى فورا لماذا لكن برصد ما من أحد كامل أنت تعترف بالغصور لأنك بحاجة لشخص أن يقيمك ويقويمك في نفس الوقت هو لو قال أنا عملت شيء معين وفي تقصير إذا كان هو عنده غياب كامل عن الإنتاج وفي غياب عن الإنتاج وعن وجود الأكل والشرب والناس يعانوا من المسالة الصحية والمواصلات والخدمات المختلفة ويعترف بغصوره قاعد ليه امشي طوالي ولكن المواكب التي خرجت هي صحيح أنها نعتت الحكومة بالفاشلة ولكنها ما زالت تؤمل في هذه الحكومة وما زالت تتمسك فيها بها ولكن تطالب الحكومة بتقويم مسارها وتقويم عملها وأن تربط على تقويم بعد سنة هو شخص دقائي السنة شغال عنده كل السلطات التنفيذية والإنتاجية والزراعية والري وغيره وغيره فهو بعد ما تم سنة ما يجي يتكلم عن تقويم وعن إصلاح هو مفروض يكون أنتج يعني نحن الحال اللي تركتنا فيها الإنغاز نحن نزلنا منها تحت على الأقل كان مفروض نحن يوقفون على دمار الإنغاز في تلاتين سنة ما نتسوأ منه لأنه نحن كمواطنين يجي والله الحالة لا تسوح حالتنا بعد ذلك إما إلى الأحسن عام نحافظ عليها فنحن ما حافظنا على ونجدنا طيب يمكن أيضا أن يرد أحد على حديثك هذا أن حبذ لو أن الانتقالية تتركتنا في النقطة التي أسقطنا فيها حكومة الإنقاذ وحكومة البشير ولكننا انحدرنا ونزلنا للأسفل البعض قد يرد عليك في هذا الحديث ويقول لك أن أذيال الإنقاذ وأن التجار الموالين للإنقاذ هم الذين يعقون عمل الحكومة الانتقالية أنا من الذين صقتوا الانغاز وتحركوا في الشارع جينا ليه نحن؟ جينا عشان نحن نرفع الشاب السوداني من الحالة التي كان فيها صحيح فإذا ما قدرنا نرفعهم من الحالة التي كانوا فيها ما نحن فاشلين يعني ما في عزر يعني اليوم مثلا لو كان نحن نزلنا التضخم من 11-110% نزلناه مثلا لـ 70% أو رفعنا الإنتاجية يعني أو نحن وظفنا العمالة يعني كان نقول والله إحنا حققنا نجاح إحنا لم نحقق أي نجاح بكل المغاييس باعتراف الحكومة نفسها يعني مثلا الرئيس حمدوك رئيس الوزراء حمدوك لم يخاطب مشكلة الزراعة ولم يخاطب مشكلة الصناعة ولم يخاطب مشكلة القوة العاملة ولم يخاطب المشكلة السكانية المعتلة هذا عمل وزراء يعني هناك وزير للزراعة هناك وزير للزراعة وكل هؤلاء رئيس الوزراء هو الوزير الأكبر هو الوزير الأول هو ممكن يقعد في أي وزارة في الكرسي ويصرف الأمور يعني رئيس الوزراء مش معناها فوق مفهوم طبعا هو الوزير الأول هو وزير لكل وزارة هو يجب أن يكون متابع كل وزارة ويحاسبها ويغير الوزارة إذا كان وزير الفاشل كل الوزراء الموجودين للفاشلين كلهم مقعدين لم ينجزوا أي شيء وليست هناك نجاحات أبدا والقوة التنفيذية الموجودة معينة تعييم بمحاصصة وتعييم فيه كثير من الشرالية وعدم الالتزام بالكفاءة وبالأمانة والقوة ربما لهذا السبب هناك أحاديث تدور عن ربما توقعات بقيام دكتور حمدوك بعملية إحلال وإبدال للوزراء أي أن يزال الوزراء الآن أو يزال بعض من الوزراء الموجودين الآن ويتم تعيين وزراء مدلاء أنا بتكلم حمدوك في خطابه اللي قاله والمبارح قال على الشعب السوداني يعني يجهز نفسه لمزيد من التضحيات ومزيد من التحمل ومزيد من الضيق ومزيد من العنة قاله كده في خطابه يعني ما عنده شيء بشربهه بعد عام ما عنده يعني على الشعب السوداني يعني يكون جاهز عشان يتحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا في رفع الدعمات المختلفة وفي تدني الإنتاج وفي عدم الإنصلاة في العمل الإنتاج بكل أسف هذا الحديث حديث دكتور حمدوك والذي ربما قد يعتبره البعض مزيدا من التضييق ومزيدا من الخناق والحصار على المواطن السوداني هل نتوقع أن يحصل انفجار في الشارع أكثر مما هو حاصل الآن يعني المواكب التي خرجت أنا لا أوافع أنا أقول حمدوك رجل متعلم رجل متثقف سخافة عالية رجل عنده تجربة عالمية عليه أن يتنادل يستقيل يقول أنا فشلت هذه أمانة هذه أمانة علمية هو فشل فشل باحترافه وباحترافه وزراه وباحتراف غاحته وباحتراف البيئة السودانية كلها من أول إلى أقرأ فشل وباحتراف الحياة الأكشول الموجودة هو فشل يستقيل وإيجوا ناس آخرين ويمشوا على انتخابات حرة نزية نحن نقول لأمتين نحن ليس قتل البشير ليس طلعنا ضد البشير عشان هو ديكتاتور وما يريد فرصة لشخص يذهب عشان تجيب مجموعة جرية تمارس الحرية وتنتقل برئيس يمثل الشعب السوداني طيب على مناداتك وطلبك بضرورة استقالة حكومة الانتقالية إذن ما قولك بالأخبار التي تقول والأحديث التي تدور بأنه هناك احتمالية وليست احتمالية هي في الحقيقة خرجوا وقالوا ذلك بأنهم سيمددون للفترة الانتقالية لتصبح أربعة سنوات بدلا من ثلاث سنوات وهذه مصيبة هو الفترة اللي حسي عايشة الغصيرة دي هو فاشل فيها كمان يمددها أربعة سنين من العذاب والأغوني كيف دا؟ وبعدين هي يسموها انتقالية صحيح سموها فترة انتقالية معناها عمرها لا يزيد على السنتين في أي حال ما الأحوال عاوزي مددها إلى أربعة عاوزي تقول هي ستة مش أربعة من الناس وبعدين يمددها كيف لا عنده مجلس تشريعي ولا عنده دستوري مدد ولا عنده قوانين ولا حتى إنشاء له حكم الثورية ما إنشاء له القوانين عشان تدعمه في ذلك يمدد كيف ومين طلب يتمديد طلبت به الحركات المسلحة الثورية طلبت به ليس من حقها ذلك هي لا تمثل يعني في أحسن الحالات أكثر من ستة سمعة في المئة من الشعب السوداني نعم والشعب السوداني موجود والناس اللي شاركوا في المظاهر البارح هم كثيرين نعم لكن في ناس كثيرين ما شاركوا قاعدين في بيوتهم لم يشاركوا صحيح يعني إحنا نبقى نحكم نفسنا بمن طلع في الشارع نعم نحنا نحكم نفسنا بالعلم والإنتاج وما حققناه على واقع الأمر يعني اللي المستشفيات مقفلة صحيح يقوز بالعربية لحد ما يحصل يموت صحيح وده واقع ما يترب به ما في مغالطة يعني ما بتكلم عن حاجة ما هو واقعة واقعة وموجودة والناس يقفوا بعينهم والمواطن بعيشهم كل يوم وحسن البارح في هذا أنا طلعته في المواكب ليس هناك دفاع شعبي وليس هناك يعني ممردين وليس هناك غالطة عشان يغطوا نعم وما في حتى وقلانيابة وهماتوا نفرين من أجل شنو ماتوا وجرح يعني مئات الناس جرحوا وفي ناس أغمي عليهم ما في ما في تقطير والناس أنا شفتهم بعيني يعني صحيح بيلهسوا لا في ماء ولا في أكل ولا في حركة وناس تعبانا وجعانا وعطشانا ما هذا هو حال المواكب وهذا هو حال المظاهرات يعني الجميع من أجل شنو من أجل شنو يعني أنا لما أعمل مواكب لازم يكون عارف عاوزهم بالشنو النتيجة بتاعت المواكب شنو أقدم شنو يعني معقول نتيجة المواكب دي هي مزكرة بكل أسف من أجل يعني بناء مسارات للسودان إدودال 35% وإدودال 25% يعني من أجل التقسيم أنت تعني أن هذه المواكب جاءت من أجل المطالبة بالتقسيم هي ركزت عليها والمستند اللي طلع حسي أنا ممكن أقرأه لك مستند واضح جدا جدا فيه تكسيم السودان إلى أغاليم وكل شخص من الحركات المسلحة بيأخذ كذف المية هؤلاء الذين رفعوا مذكرة بالتقسيم هؤلاء بالطبع لديهم أجندات معينة ولديهم مطالب معينة هؤلاء يمكن أن نعتبرهم مخربين لأن المخربين تتعدد أشكالهم يقتنوا فرصة المواكب المسلحة المليونية يقتنوا فرصة ويعتبروهم هم المادة بتاعتها ولكن عموما هم المادة التي قامت بهذه المظاهرات والمليونيات عشان هم على شرفها يقدموا هذه الأشياء المقسمة للسودان صحيح 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 وموجودة على اعتبار أن المواكب التي خرجت هي بمثابة ورقة ضغط شعبي وجماهيري على الحكومة الانتقالية وبالتالي يمررون من خلال هذه الورقة رغبتهم في التقسيم ولكن على الحكومة أن تكون فطنة وأن تكون حذرة جدا حتى لا تقع في فخ أنه بالفعل هذه المطالب بالتأكيد هذا الأمر لا يحدث الحكومة هي ذات صورة أخرى لهؤلاء الناس الحركات المسلحة هي هما قاعدين تحت حمايتها ومهدولات طريق ونحن نفتكر أن الحركات المسلحة يجب أن تنزل إلى الشارع وتبقى هي جسمي سياسي يمارس حرية سياسية ويدخل الانتخابات ويقدم برامجه كمان مش يقول لنا ما عندنا سلاحة إذا ما كان في قتال لأن البشير موجود الآن حيقاتلوا الجيش ده الجيش ده الجيش وطني لا يمكن طبعا ما ممكن تقاتل الجيش ولو أفرض الجيش قال لي أنا مسعيد أقاتلك فلا ستفتنا مشكلة ومن الذي يقول ذلك اليمين واليسار نحن واقعين بين اليمين واليسار اللي هما آفة السودان هما عندهم أجدا مخربة جدا جدا وبيتطاحنوا من أجل كراس الحكم بكل أسف يعني دي دي مأسا يا بنتي مأساة واضحة جدا جدا يجب أن نعيش نحن ونشوف نحن وصلنا إلى أي مدى أنا طلعت في المظاهرات ومساركت فيها عشان أخلى أولادي قاعدين براهم شفتهم وطلعت عليهم وقدمت المساعدات اللازمة لكن أنا ضد فكرة قيام مليونية تعطل الانتاج وتعطل الخدمات وتخرب المتركات وفي ناس وقعوا في الأرض ميتين ولكن هل حصل تخريب يعني البعض يقول أن سلمية المليونية فوتت الفرصة على بعض المنتسين أنا لا أريد أن أسمي من هؤلاء منتسين في ناس ما التزموا بالانضباط وبالسلمية نعم نشاهد بعضا من المقاطع للمواكب المليونية مواكب الثلاثين من يونيو عفوا وواضح جدا ضربوا وزير الصحة ضربوه ولكن هذه إشارة وزير الصحة بضربوه قيل إن هذه إشارة وأنه لم يمسى بأي أذى مصور موجودة مصور موجودة ضربوه ضرب مباح وتعبوه تعب شريط جدا جدا والراجل جاء عشان يشارك أو عشان يشوف أو عشان يطلع ضربوه في فهوض أكثر من كده وين السلمية؟ تضرب الوزير مدعم بالوسيقى الدستورية وبيعدي في خدمات على الكترون ومن أنشط الوزراء بالمناسبة في هذه الحكومة هو وزير الصحة ضربوه؟ نعم الرجل يحاول جاهدا أنه أيها نعم ضربوه نعم ولكن ألا يمكن أن يكون هؤلاء هم أيضا المندسين في وسط هذه المواكب هم الذين قاموا بهذا الأرض؟ ووجد يا بنتي فرصة في هذه المواكب والمواكب دي غير مدروسة وغير مخطط لها وما عندها أهداف قلت لك والله أنا سميت الشعارات بالمئات شعارات بالمئات هلأ أطلعتنا على بعض هذه الشعارات إن كنت تتذكرها؟ تتذكرها دعم يعني مثل ماذا؟ ما هي الشعارات التي جعلتك تسخط وجعلتك تغضب وتقول بأن هذه المواكب خرجت عن سلميتها وخرجت عن إطارها؟ هايوة يعني مثلا أخرج يا أحمدوك أنت وجابوك كان هناك تنفذ إذن فاشلين فاشلين وخرجين لحماية الدين هناك يتكلمون عن شعارات بتاع الإسلاميين طبعا طبعا هناك يتكلمون من المؤتمر وطني نعم طبعا ونحن في النهاية محتاجين لإنتاج للوقت الآن في الجزيرة في الجزيرة المزارعين زرعوا القطن في الجزيرة وما في موية ما في موية والآن من سهل ستة نحن بدأنا زراعة ونحن الآن في شهل سبعة موية ما موجودة باعتبارك أيضا خبير في الزراعة أترى أن الجهد المعطى للعروة الصيفية أو الموسم الزراعي المقبل كاف ومرض للمزارعين وللمواطنين على حد سوا أم أنه بحاجة للمزيد من الالتفاة المزارع السوداني أنا وحييه مني هنا مزارع منضبط ومزارع مجتهد ومزارع عرف أنه ما عنده مخرج غير الزراعة ولذلك بيزرع على العوج يعني على العوج الكثير جدا جدا وفي غياب الإمكانيات والمدخلات هو بيزرع يعني واحد في الشمالي جاب 31 شوار في الفدان أي الراجحي لما جاب 26 احتفلوا به وراجحي مويته مجان وأرضه مجان وقهربته مجان ومعفي من الضرائب وده يدفع الضرائب ويدفع موية ويدفع كل شي جاب 31 فدان أنا مش حذرتها حذرتها موجودة يا سلام هاي ونعم أنا أقول تريد الله يا ابني أنت يستحق أن يحتفى به أنت أكفأ من المزارع الأمريكي اللي عنده إمكانياتي أنت ما عندك والله هي أكفأ منه نعم نعم فقط بحاجة للمزيد من الالتفات وبحاجة للمزيد من إلاء الجهود لهؤلاء المزارعين فكما قلت يعني الزراعة هي المخرج الأول نطلع مظاهرات نطلع مظاهرات الصمغة العربي نزل من 180 مليون شجرة إلى 46 مليون كارثة كارثة كبيرة جدا جدا الثروة الحيوانية متدهورة المراعي متدهورة الإنتاج متدهور الثروة السمكية متدهورة الإنتاج في كل المحلات العمل العمالة يعني الآن خدتم رتبات المعلم بيقى بيقض 15 مليون لكن ما بتكفيوا ليه صحيح لأنه بكل أسف يعني نحن مسروقين يعني نحن بجدولنا مرتب من هنا لكن هناك علاقة ترضية بين زيادة المرتب وزيادة الأسعار في السوق يعني عاوز تجد المرتبات تزيدها بخطة معينة وتزيدها بعد أن تعمل إصلاح إصلاح اقتصادي بالضبط والإصلاح الاقتصادي ما بكون في يوم وليلة بالضبط طيب سنتحدث عموما عن الأشق الثاني من حوارنا سنفتتح الملف الاقتصادي وسنتحدث عن جوانب الاقتصادية والمشكل الاقتصادي الذي يرزح تحته السودان حينما نفتتح الحديث عن مؤتمر شركاء السودان ولكن لنتحدث أيضا ونعرج بالحديث على هل حقيقة يوجد خلاف مستتر بين المكون العسكري والمكون المدني في الحكومة الانتقالية؟ طبعا واضح جدا واضح المعالم منذ أن تكون يعني ليس بمستتر لا 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 هو واضح جدا ليه؟ لأنه الجانب المدني يفتكر أن العساكر هذه المرحلة مرحلة عابرة حيفوتهم وبكل الأسف ديل ديريني يعملوا في فترة الانتقالية أربع سنوات يعني العساكر سيقعدوا أربع سنين ثم ثانيا فجر حبل بين العساكر وبين المدنيين والآن السلطة الأمنية مسكنها العساكر يعني البارحة الشارع ده مسكنها العساكر نعم يعني وقلان نيابهم عندهم كلام يقولون يعني البنزل العساكر ويقبض الناس يضربهم ويسوفوا وحتقلهم هم عساكر صحيح طيب العساكر بفتكروا أنهم عليهم حماية الدستور وحماية البلد وحماية الحدود ولذلك عندهم هيمان ديفاين يعني عندهم حق إلهي إنه يقولوا إحنا باسم ذلك نحن نزبط الشارع ونتخذ الغرارات ونقبض الناس ونزبطون السجون نعم وحس العساكر لو قبضوا رئيس الوزراء ممكن يقبضوا يعني أن مثلا الوثيقة الدستورية لم تحكم قبضة العسكر ولم تحجمها الحكومة الدستورية هي ضعيفة مزورة يعني هي هم وثيقتين مش وثيقة واحدة وأنا كمتخصص في الغانون الدستوري أي حاجة تقوم من نسختين بتكون نهد بعضها نعم يعني لازم القانون يقوم من نسخة واحدة وكلماته ما فيها انبوكيتي وما فيها خلل في الصياغة لكن كون نعمل وثيقتين دستوريات ويجي الأديب ده نبي الأديب ده يعترف بأنه في وثيقتين نعم وتأجي البيت اللي وضعت السوار الداول اللي وضعت تقول إن احنا عملنا وثيقتين نعم وعندنا الآن وثيقتين وإلى الآن الشعب السوداني ما عرف الوثيقتين اسمهم شنو وجن كيف وما فهموا للشعب طيب بما تفسر طالما أن الحديث جابنا أوصلنا إلى هذه النقطة بما تفسر أصلا وجود وثيقتين يعني حينما تصدر قرارات وحينما تصدر تشريعات بالتالي تنفذ هذه القرارات على هوا مصدرها بالوثيقة سين مثلا وحينما تصدر قرارات أخرى تنفذ على هوا مصدرها بالوثيقة صاد لماذا وجود وثيقتين ما معنى هذا الأمر هو أصلا نحن بعد نقول لماذا وجود نقول هو هي ديفاكتو هي واقع أن هناك وثيقتين ليه؟ لأنه كان فيه فوضى وفيه عملية بتاعت تسرع وعملية بتاعت محاصصة وعملية بتاعت جري ولس وراء يعني تمكين بعض الناس من القوة ولذلك فيه ناس وطعوا وثيقة والتنين وطعوا وثيقة والتنين ماشا مع بعض يسيران البلد الآن هاتين الوثيقتين هاتين الوثيقتين الآن هما اللتان تسيران البلد هم موجودين لكن بكل آسف الحكومة ما عندها شجاعنا تنشرهم لأنه لو نشرتهم معناها بطلهم وذلك هي متخبطة طيب هل اطلعت عليه ما حتى مكنت هل تناقضان بعضهما طبعا طبعا أديك مثال بسيط يعني الوسيقة الدستورية بتقول إنه يعني في حالة غياب المجلس التشريعي اللي ما تكون دعم بوجب المادة 40 مجلس الوزراء ومجلس السيادة يجتمعوا يكونوا جهاز التشريعي طبعا دي ظاهرة غانونية دستورية قبيحة قبيحة جدا أن يقعد شخص في الإجازة التنفيذي عشان يشرع دي مصيبة كبيرة طيب أنا حاكم لي منه إذا كان الجانب التنفيذي شرع معناه هو عنده السلطة معناه هو ما بيكون عنده حماية طبيعية ولذلك اختلفوا في المجلس العلي الغضاء قاموا عاملوا شنو عينوا رئيس الغضاء بموجب غرار في اجتماع مشترك بين المجلس التشريعي بين المجلس الوزارة والسيادي عشان يحلوا محل المجلس التشريعي الذي كان يجب أن يعيي مجلس العضاء العالي ده طبعا دي سابقة فيها غبحة شريك جدا جدا وما بتصلح بالمرة يعني انت ما عندك مجلس تشريعي معناه انت ما من حق التشرع الوسيقة الدستورية هي ليست محل التشريع هي مكتوبة ومتفق عليها وما بتعدل لأن الوسيقة الدستورية بتعتبر قانون جامل طيب حتى لا يحدث لبس لدى المشاهدين في هذه النقطة من الذي من المفترض أن يكون البرلمان أو المجلس التشريعي البرلمان ده طبعا نصله أي تكوين للبرلمان بالتعيين ده ما برلمان هم قالوا قحت عندها 67% تكون البرلمان هذا ظلم ظلم البرلمان ده بتكون بانتخابات ولكن هذه النقطة تحديدا وجدت ترحيبا شعبيا حسب ما أذكر حينما قيل إن قحت لديها نسبة كذا و60% خطأ من المقاعد ليه عندها باعتبارها هي المحرك الثوري وهي قائد الثورة وهي كذا وكذا أنا كنت في الغاعة أنا كنت قبل غحت وناس غحت ديزات وكانوا بتشاوروا مع فيصل حسن أبراهيم في خارجة الطريق عشان يمدوا للبشير ينزل انتخابات عشرين وعشرين وجو يوم تسعتاشر أنا إحنا موجودين من يوم ستة في عط برماتين شهيد في القطارف ما تشهيد في الدمازي ما تشهيد ده يجي يوم تسعتاشر صادقا ما دي نفسه نزل يوم تسعتاشر حتى بعد ذاك اتكونت غحت يوم واحد شاري واحد هذا تلفيق وهذا تزوير تزوير وأنا شاهد عليه والسودان كله يعلمه إذن معناها نحن عندنا ما عندنا أبدا سوى بيخلينا نعتد بالبرودك أو بالإنتاج اللي عملته غحت عشان تقول عندها 67% من البرلمان طيب إذا أنت عندك 67% معنا أنت عندك كم 90% أغلبية في البرلمان تمرر أي شيء زي المؤتمر الوطني عنده 96% من البرلمان عشان كده مرر أي حاجة عاولة أنا لا أعلم ولكن أظن أن قают يعني تستند على شرعيتها الشعبية ولذلك حينما طرحت مشروع أن يكون لها كذا وستين في المية في البرلمان لا يوجد مشروع الزوارية هذا الأمر عفوا الناس الحاكمين الليلة لا يمثلون الشارع لأن الناس كانوا في الشارع لا يجابهم في الحكومة أبدا قالوا الحكومة لا يوجد أي شباب الشباب رقنوهم برها يعني الأصم مثلا الأصم الأصم درجة الشاب وهو من الناس اللي أشعلوا السورة والعفاة دور بيسم المهانين ما عنده أي وجود قال الخطاب بس بتاع التوقيع نعم أخرى نعم طيب الآن الحاكمين ديل كانوا بر السودان صحيح بر السودان صحيح جود أقلي من بر السودان اللي شاركوا في المظاهرات لا يعرفوا السودان فيه وشنو حمدوك ما بعرف بلده ذاته جنوب كردوها ما بعرفه كويس ما بعرف السمغ العربي ما بعرف القطن ما بعرف الزراعة بتات الموسم الزراعي ما بعرف الموسم الشيطو ما بعرفه يتظين نوع كيف يتجي من بر السودان وبعدين حمدوك ده ما اتفقوا عليه الناس ده جابته مجموعة معينة راضط عليه والسودانيين ما قولون ده حمدوك موافقين اللي موافقين ولكن هناك سير ذاتية نشرت يعني ما استطيع أن نقول يا بنت حمدوك حمدوك عنده أقل سيرة ذاتية في السودان في ناس في عشرات المئات أحسن منه الكفاءات نعم أيها طبعا وأكفأ منه الشخص اللجن لم يخرج من السودان أبدا ولا اقترب ولا تعاغد ولا عنده جنسية موجودين كثيرين جدا هو عنده جنسية وطلع من السودان تم 30 سنة انقطعت سيرته بالسودان وبالإنتاج وبالصناع وبالاقتصاد انقطعت سيرته ووزير ماليته ليست له علاقة بالسودان ربما الناس يعني وافقت على دكتور حمدوك باعتباره أتى من دولة غربية باعتباره سيأتي بأفكار ثورية ده الفشر سيأتي بأفكار ثورية بأفكار متطورة ومواقبة ده الفشر بدليل أنه هو لا قدر يرفع السودان من قائمة الإرهاب لا قدر يجيب أصدقاء السودان يجيبه ديوم يدفعه قروش ما دفع قال عاوز ديو 2 مليار ما قدر يجيبه 2 مليار والإثنين مليار واستلمه هنا داخل السودان استلمت في أكثر من 2 مليار استلموها من نظام الإنغاز وفي غياب للمراجعة وغياب للمحاسبة وفي غياب للجان الشراءات ما فيه ما موجودة فحمدوك بالعكس هو ما موهل بالمرة بالمرة ما موهل هو موهل في ذاته أكاديميا لكن عشان يكون حاكم لا المعظم الوزراء اللي جاءوا من بردين لا يخطو حتى لإدارة خطرة انتقالية ما زال الوزادة عندهم عندهم أسرهم بر وعندهم حساباتهم وعندهم عقوداتهم شغالين بكل أسف أنا بكلبك أنا لم أقترب برد السودان ولا يوم واحد وما أخذت جنسية في العالم بالمرة ولا قدمت لجنسية في العالم ولا اقتربت بالمرة بالمرة ما اقتربت إلا مشيت للدكتور وجيت راجع لكن الناس أنا حاكميني الناس مقتربين عندهم عقودات بره عندهم غسرهم بره أبلادهم بره عندهم أموالهم بره وريني الجاب حمدوك اتخبوا منه الإثيوبي ذا الإثيوبي اللي جاء بالتعادل الإثريغي نو ما عنده الحق ما عنده الحق بالمرة حمدوك رجل عنده علاقة مع رئيس وزراء إثيوبيا عشان كذا عسي هو بأي إثيوبي يعني أتعتقد أنه أتى بالتسكية ما في التسكية يعني أنت تحدثت قلت أن الإثيوبي هو الذي قدمه ربما طبعا إثيوبي قدمه والرأس مالية الفاسدة الموجودة الليلة هي التي قدمته نعم اللي خلقت عسار في البنوك يساوي 82% يعني كل 100 جنيه في السودان 82% عند الرأس مالية والباقي في البنوك الليلة البنوك ما فيه الودايا الموجودة في أمانات الناس ما موجودة طيب لننتقل لنقطة أخرى ولنتحدث عن الصراع الذي يقال أن البلاد الآن تقع تحت صراع محور إقليمي ودولي هل هذا الحديث صحيح؟ طبعا هل صحيح أن السودان متنازع الآن؟ نعم متنازع نعم متنازع وهي مؤشرات متنازع بين بين وجود استخباراته أوروبي أمريكي نعم وعربي نعم منقسم نعم بين السعودية والإمارات وبين قطر وتركيا مصر يمكن من حسن حصنا أنها هي واقفة في الحياة أحسب أن يعني أحسب أن قطر وتركيا سحبت أوراقها الآن أوراقها من السودان طبعا أحسب وأكبر فريا في الدنيا هي فريا الناس اللي قالوا هم هيمنح السودان فلوس ما في واحد حيدي دولار كاش كلها قيمة دفترية متناصلة في البنوك وما من حقهم يستعملوا إلا بخلال شركاتهم صحيح وزير المالية الآن زاد المرتبات وهو قبل ما يزيد المرتبات رفع الدعم الأسعار الآن إذا هو زاد المرتبات بنسبة يعني قولي 300% الأسعار زادت بنسبة 500% للأسف صحيح حاجة مؤسفة جدا صحيح مؤسفة جدا يعني اللحم ارتفعت من 150 ل700 العدس كيلو العدس ترتفع ترتفع أكثر من 200% اللي بيأكلون الناس المساكنين ومازالت الأسعار ماضية في ارتفاع يعني لن تتوقف عند هذا الحرك أما الخدمات والعمالة فحدش سوى الحرك صحيح السباك لازم يرفع العمالة بتعته العمالة بتعته يرفعها لأنه هو محتاج يأخذ كيف صحيح تقول له تعالي ركب ليه سباك في البيت يقول لك أنا عاوز 5 مليون طيب هناك مفردة وإن كنت أتحفظ عليها ولا أود ذكرها ولكن أجدني مضطرة لأن أذكرها حتى نتحدث بشفافية هل نحن مقبلون على مجاعة أو مقبلون على مجاعة في السودان بنهاية هذا العام سمعت كثيراً هي المجاعة موجودة على فكرة ما مقدمين مجاعة بمعناها الحرفي أوريك 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 المجاعة في السودان موجودة وحصلت من قبل عام أو زيادة المخفف على السعب السوداني هي التكافر الاجتماعي إنه في مقتربين بره بحولوا فلوس في ناس بيتكافلوا مع بعضهم بيقلوا مع بعض الأوسر بقت عملت عملت اقتصاد في الأكل والشرب يعني حسنا إحنا استهلاقنا من العيش بنزل لنصف الاستهلاق السابق ليه مفروض علينا لم يعد هناك مقدرة طبعاً يعني زمان أنا باقول خمسة عيشات الآن خمسة عيشات أنا ما بقدر ما بقدر أدفع صحيح صحيح يعيش بعيشتين يعيش بتلاتة صحيح مؤتمر شركاء السودان إجمالاً كيف تقيمه هل جاء ملبياً لطموحات وتطلعات الحكومة والشعب السوداني على حد سوا لنفهم أصدقاء السودان يجب أن نفهم الخلفية المالية بالتكوين المانبور بتاعتها الناس اللي مشاركين فيها هم ممنوع نعم رئيس الوزراء ووزير المالية والاتنين ديل هم واحد فهم كان في الون دي بي واحد فهم كان في الولد بانك أها الون دي بي طبعاً هي نون بروفيت هي غير ربحية أها تعني وزير المالية هو الذي كان يعمل ما بتعرف حساب الربح والخسارة دي تجربة حمدوق اللي بثلاتين سنة الفاسد هو بغياب مع الون دي بي عشان كده ما بيعرف بيزنس ما بيعرف يشتغل شغل بتاع ربح وزارة وشغل بتاع فايدة على صعيد آخر وزير المالية عنده عشرين سنة خبرة في البنك الدولي نعم وسياسات البنك الدولي معروفة إنها سياسات مدمرة للاقتصاد أها لأنها بتدي باليمين وتأخذ بالشمال نعم وبتفرض عليه قيود بحيث أن مستنزفة أيها لما يديك تمويل لأنه المؤسسة مالية لبنك الدولي هي مؤسسة يهودية وراس المال فيها يهودي أها ويعني زيه زي أي دكان بتاع يهود أو بتاع عنده بسلف بالربح بسلف بالفايدة بسلف بديوم مثغلة بسلف بسهري فائدة عالة جدا بينهيك الإنسان بالشروط عشان يضمن سداد قروشه نعم يديك أقول لك الميشن اللي هو يدي القروشة اللي بتوخز من المال قبل ما يستنموا الزول اسمها الميشن نعم يعني أسلفك مية أو أديك مية تسلمك لا تمانين أيها ودفعك لا مية اثنين وعشرين نعم فمنها الأول أنت تبدأ بـ ولذلك خلفية المكون الاقتصادي للنظام الإنغاز هي خلفية ضعيفة جدا جدا وغير غادرة وما عندها سياسات وما مبتكرة نعم ولذلك الآن نحن من 200 وزير المالية السوداني بيهدد فينا برفع الدعم نعم بيقول أنا حرفع الدعم من شهر 9 أرفعه في شهر 6 يا أخي أنت لو تقول أنا برفعه في شهر 6 معنا رفعته نعم يعني زول زول يقول ليه والله يا أخي أنا يوم 13 سأكترك نعم يعني من يمهي منهي لحد يوم 13 هو مهدد بالغتف صحيح ومتا 100 ميت ». نحن يقولني الأخي حرفعه دعم في شهر 6 الآنpical الدعمي مش غرفعه بس كل شيء موجود رفعته الدعمي منه طيبة طيبة بالنسبة لغزغاء السودان ه ليهي مجموعات من السماسرة هم السماسرة كان دول جايه عن طريق السماسرة خذواها ت هيت الكميشن القاعد في نادي باريس اثنين وثلاثين في المئة يعني من كل مئة 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 جنيه في ثلاثين وثلاثين شراء الوسطاء الآن نحن اصدراء السودان فيهم الوسطاء بروكرس يعني سماسرة جابوا فلوس اخذوا قروشهم فيهم الناس قالوا نحن بنحف جزء من ديون المได يتبرع عليها اختيتها من الناس مئة مئة مليون لديك اخيبك مئة مليون فقد قلوه كلام فارغ انت عاوز عندك اصدقاء هل سودان عام استمويني مويني بروشة اخذها في يدي بعدين كل الرشيه اللي بتجي من بردي سوان كانت تمويل ولا منح كلها ما بتجي للسودان بباش نحن حسابات خارجية السودان ما عنده الحق على غيمة دفتريه يسحب عليهم وإنها وفق لجان وشراءات معينة غير متغيذة بالمنشأ ولا متغيذة بالكونترول الغريب في الأمر أن البعض اعتبر هذه محمدة أن حتى المبالغ التي منحت للسودان لن يتم تصرف فيها من جانب المسؤولين ولن يكون لهم الحرية المطلقة من الصرف فيها وأن الصرف سيكون بدفاتر وعبر لجان لذلك البعض اعتبر أن هذه محمدة وأن الأمر سيكون مقيدا جدا وسيعلم الجميع كل فلس أين يصرف ومتى صرف بس لكن في حاجة مهمة نعم نحن ما عندنا كنترول على الشراءات ولا على مراغبة المال الشراء والجودة ما عندنا على يد بالمرة لأن الشخص اللي يبيع ليك هو تاجر ومرتبط بالمانحة والمموبل مفهوم وبعدين هو من الأول بيستفيد من جلوش المموبل في أنه يأكل نصة نعم ونحن السوداني رجعه الكامل طيب إيه اللي بيخلي الجزء الأول من الموضوع هو عن شخص آخر هو الدفع أنا أعمل بيه كروموسر النوت أعمل بيه ضمانات ليه هذا خطأ لذلك أنا أفتكر أنه نحن يعني ما يفعش زوبة قليلة إلا نشتغل باقتصاد مكفول نعم الاقتصاد السوداني المحلي بشكله المحلي يستطيع أن يموّل الإنتاج بدون أن نحتاج إلى مدخلات إنتاج إذن أنت ترى أن مؤتمر شركاء السودان أو اللجوء لهكذا مؤتمر هو سقطة مدوية وليس من صالح البلاد طبعا طبعا أنا أقفل اقتصادي واشتغل بموارد الداخلية وأنتج بها إنتاج محلي عشان أنا في خلال خمسة سنوات أدفع الإنتاج المحلي إلى أفاق عليا وأزيد الصناعات الداخلية من دواجن ولحوم وصناعات بتاعت آليات وصناعات مرتبطة بالأنسجة وبالصناعات الأخرى لا أقوم السورة من برا يعني أنا مفروض أعتمد على تنمية الصناعات الداخلية أزيد إنتاج الذواج من اللحوم وأزيد إنتاج اللحوم نفسها وأزيد إنتاج البغوليات وأزيد إنتاج اللشويات وأزيد إنتاج البروتينات كله أزيده وأكتفي ذاتيا بالأكل بعد ذلك أنا حتر أعمل تيارة حدودية واضحة جدا جدا تجيب لي دخل كبير جدا حتى بعد ذلك أنا أصدر وفي الخمسة سنوات دي أنا أصرف بالفلوس السودانية على زيادة حج السماء العربي وصحة الحيوان وتربيته وزيارة التوالد على الحيوان زيادة الزيادة بتاعه وأزيد الحموم وأنتاج حموم زيادة دخل كمح يعني بصل بهارات بتقول لي عشان أنا أصدرها في السنة الثانية والثالثة مفهوم بعد أن أحقق اتفاع الناتين داخليا لازم أنا أنتج هنا محلي مفهوم يكون عندي مخزوم من انتج المحلي وعندي تخزين موجود أحيي المطامير وأحيي المخازن وأشتري خيش وأدور مصلحة الكنافة الموجود في أبو نعامة عشان أنتج خيش أنا الآن عندي 8 ألف شوال 8 مليون شوال من القمح ما قادر أداء شوالات ولا قادر أرحيلها صحيح طيب باعتبارك خبيراً اقتصادياً حضرتها البروف هل قدمتم مقترحات للشوالات؟ كل يوم أقدم فيها أه لم تجدوا آذاناً صغيرة؟ أقدمها لأنه الإزاعة والتليفزيون مكفولة لنازل مفهوم أنا ما مسموح لها أنا الليلة فوجيت أنه التسطوبين غنات الضربانة عشان أتكلم وجهت الرسالة للأخ وديت تليفزيون اللي اسمه اسمه مين هو لغمان قلت له لغمان أنت تزول مواهر بتكفل بتكفل التليفزيون أمامي أنا أدي حرية للناس تكلموا هي حرية وسلام وعدالة أو هي اللي حرية نزال تكلم خصوصاً خصوصاً لجانب الاقتصادي ما أداني نعم هتكلم وين أنا صحيح لا قوم قوم يعني ما ممكن صحيح لا بد من إيصال الصوت صحيح أداني 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 ممكن وبين الاستثمار لجة التمقين مكونة من الناس أجهل حاجة بالاستثمار وأجهل حاجة بالاقتصاد عاوزين يطلعوا غرارات يصفوا بها حسابات ويصادروا فلان وشي يقولوا شوين بتمشوين 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 يوم واحد خلي ويدي داي ورينين أقولوش بيصادر بتمشوين عموماً هم سمعنا أنهم قالوا أن كل هذه الأموال موضوع خطط مستقبلية لإصلاح التعليم قطعة الصحة قطعة التعليم ما عندها ولا مواهلة لذلك هي بتصادر تصادر وبعدين بالمناسبة المصادرة من الناس من حاجاتهم بشيء لها لازم تقوم مغطية بقانون لأنه أنت في مبدأ قانوني يعني أنا عمد تريع حتى لا تقع في مظلمة أنا امتلكت أرض امتلكتها بمجيب قانون الغضايا لأنه أي زول يمتلك أرض يفتح له سجيل غضايا السجيل الغضايا ده يطلع له شارة بحث مفكية يقع خلاص دي حايز على الحجية ما في زول بشيء له إلا تنزع بقانون ده يصادروا لا محاكم إلا بقانون ولا مصادر إلا بقانون ولا تغير مكية إلا بموجب مستند من الشخص المالك ولكن قالوا إنهم يملكون مستندات تدل على أن كل هذه الأملاك هي من حر مال الشعب وأنها ليست من جيوبهم يمشي المحاكم يحجزوا الأموال يحجزوها مش صادروا نعم يحجز عليها نعم بعد ما تحجز يمشي المحكمة ما صار من المحكمة يجيبوا الشخص الممتلك القلوج دي يدافع عن نفسه نعم ويزبت لنا حقته إلا ما حقته هم يجيبوا ما يزبت لنا ما حقته ثم يصادرونها ثم يصادرونها هم يصادروا هم يتخذوا غرار غرار يعني غرار يعني في مرحلة بتاع التيابات وزحريات يدوا لغوة تنفيذية دي أبا من ويل دي ولكن أنت تعلم أنه بفعل كان هناك أملاك وأرقام فلكية وخرافية كانوا يمتلكونها يعني العقل والمنطق يقول إنهم من مرتباتهم لا يمكن أن يمتلكوا مثل هذه الأموال وهذه الأراض وحسا أسيب بعد شوية أنا حمسك ريق الحكومة دي ذاتها القاعدة دي هتلقي اللي كان هاي واحد دلوقتي جاء عنده قروش معينة ضعفة لذلك كنا لطالما طلبنا أنه منذ استلام هذه الحكومة لمقاعدها بالضبط إبراء ذمة مستندات إبراء ذمة ولجنة معينة لك هذا ما موجودة حسا الوزراء دين وعندهم خادمات وصلهم داخل في الغصف وداخل وعاديك كده بدون أي كلام معروفة نعم أستند بتعامل شنو نعم ما في علا نزمة بعد شوية حيتقدموا لهم حاكمات كلهم حتشوف أنت نحن ما عندنا ما عندنا نظام ضابط ما عندنا نظام مشتريات ما عندنا نظام مراقبة ما عندنا مراجعة المراجعة العام معطل دلوقتي ما شغال بكل أسر ما في مراجعة عام صحيح لكن أي شغل الليلة في الغصر في مجلسة الدولة لو جابوا للمراجعة العام سيجدوا كله غرض نعم طيب المخرج يشير لي بأنه لابد أن أختتم ولكن أستاذ محمد فقط سؤال واحد ومحور واحد وأتمنى عليك أن تجيبنا إجابة سريعة متعلق الموضوع بتقديم الولاة العسكريين لاستقالاتهم والدفع بعدد من الولاة المدنيين هل تظن أن الولاة المدنيين إذا ما حلوا محل الولاة العسكريين سيتمكنون من حل حالة المشكلات في الولايات وأنهم سيكونون أقدر وأكثر كفاءة من الولاة العسكريين هذا خطأ ليه لأن الولاة العسكريين ما عندهم انتماءات سياسية ولذلك هم شغالين بالشغل العسكري المنضبط ما في تأثير عليهم من أسر ولا من أحزاب سياسية لكن أول ما نجي ندي مدنيين حيكون كل مدني عنده حزب شيوعي يعني بعسي حزب يومة حيلعب اللعب غير حادي وحيقرب الناس وحيديهم حقوق وحسي الخشوم كلها مفتوحة في الأغاليم الأحزاب التقليدية فاتحة خشوم منتظر المدنيين عشان يقلوا من خلالهم ويمتلكوا أراضي ويلعبوا بالأمان الدولة وطلعوا إلى الشعب السؤولاني شكرا جزيلا لك البروفيسور مالك حسين رئيس حزب المستقلين القومي والخبير الاقتصادي والزراعي والقانوني شكرا جزيلا لك على وقتك وتلبيتك للدعوة حياك الله هذا حوار محترم جدا شكرا جزيلا لك شكرا لك حياك الله شكرا على كل ما قدمت من معلومات وإضاءات حياك الله شكرا لك مشاهدي الكرام إذن هنواصل للنشرة هل سنتمكن من المواصلة ما زينا لدينا وقت أم سنختتم إذن مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير ندخل وإياكم لنتهتح الملف الاقتصادي في هذه النشرة فابقوا معنا